تعال بقى بص على بلجيك خلصنا ألمانيا التجربة اللي احنا دائما بنتكلم عنها بص بقى التجربة البلجيكية حكاية ميشيل سابلون قائد ثورة تطوير الكرة في بلجيكا هيكون معنا بعد لحظات ان شاء الله يعود الفضل الأكبر لتطور الكرة البلجيكية إلى ميشيل سابلون الذي سحب البصات من تحت أجدام منتخبات كبيرة لها باع في صناعة كرة القدم كالبرازيل وألمانيا وانجلترا وهولندا وفرنسا والأرجنتين ولا بيكون صدفة أن تجد بلجيكا تصل للتصنيف الأول عالميا وتحتل المركز الثالث في كأس العالم 2018 لكن جاء هذا نتيجة تخطيط واستفادة من تجارب الدول المتقدمة تحسن كرة القدم ببلجيكا وبدأت تساعد بعض الأسماء وتشارك بأكبر بطولات في العالم ونجح المنتخب بالصعود شيئا فشيئا لمراكز متقدمة بالتصنيف الدولي وأجاء تغلق المنتجة وتقطيط رسمه القائمون على كرة القدم البلجيكية لوضع خطة شاملة أصبحت حجر أساس للتطور والتحول بدليل وصولها للترتيب الثالث بروسيا 2018 رغم أن الدولي البلجيكي ليس الأول أوروبان وبترتيب متأخر خلف الأسباني والإنجليزي وطوعا الإيطالي والألماني اعتمد الخبير البلجيكي ميشيل سابلون على تنمية كتعات النشيين في المنتخبات البلجيكية المختلفة وأيضا كافة الأندية البلجيكية بداية من عمر عشر سنوات كان هناك تطوير فردي وجماعة للأطفال والشباب باستكتاب أفضل المدربين وتعليم الأطفال للمهارات الفردية والجماعية يقول سابلون أن الوصول إلى البطرات العالمية والمنافسة فيها أمر شديد الصعوبة ويحتاج إلى سنوات من العمل تصل إلى 12 عام يعني نستنى نصبر فيش مشكلة بلجيكا بفضل مشروع من جيل زهبي وقد كان هناك أسباب فنية وراء وراء إنتاج البلد الأوروبي العدد كبير من اللعبين النجوم المميزين وهما يؤكد عليه بوب بروز المدير الفني في الاتحاد البلجيكي لقرة القدم والذي سبك أن ضرر منتخب الشباب والبحث الإنجليزي ستيفن لورانس صاحب نظرية الإحياز النسبي للعمر زي ما قلت لكم نهار ده ضيفنا ضيف كبير جدا ضيف يستقبلوه في أي دولة في العالم استقبال كبير لأنه مستشار لكرة القدم ناجح جدا أي دولة تحب تسمع من ميشيل سابلون نطور الكرة إزاي؟ هو صاحب أكبر قصة نجاح ربما في تاريخ كرة القدم عشان حول منتخب بلجيكا أو حول كرة القدم البلجيكية من حاجة في وسط الترتيب في أوروبا يعني منتخب بلجيكا في النص مش كبير قوي مش حاجة عظيمة قوي خلاه هو رقم واحد في العالم واحد من أفضل منتخبات اللي بتلعب كرة قدم